موسيقى نبتة الكولزا أو ما يعرف بالسلجم من بين المكونات الرئيسية لقطاع البذور الزيتية في المغرب زراعة مكنت من توصيع نطاق تغطية احتياجات البلاد من الزيوت وتحسين دخل المزارعين والحد من واردات الزيوت النباتية الأخرى بفضل الظروف اللازمة لتطوير بذور السلجم والتي توفرها جهة الدار البيضاء ستات الحرب هي نبتة خريفية وفي بداية الموسم كان نجد البودور مع المتدخلين وزارة الفلاحة والشركاء يزودون بهذا البودور بعد مرحلة الأسمدة مرحلة تقوية التربة للنبتة بعد مرحل المبيضات وحاربة أعشاب الدارة وحاربة طوفيليات الأمراء الدارة وبعد تجي المرحلة المبيضات للحشرات المدرة بعد نبتة كولزا توجد في نهاية فصل الشتاء عند هذه المرحلة تلقيه حداتي ومن كانت تكملوا تلقيه حداتي في المرحلة تلقيه حداتي تجمع هذه الحصار نبشترون في اللاحة السنة المقبلة في إطار التجارب وضيعات ديال التجارب والبحث سوف يكونوا أصناف جديدة التي تتواكب و تلائم جميع التربة التي لدينا في المغرب وبالتالي هذا الشيء يرفع من المرضودية ديال الفلاح التي يريدنا أن نرفعها من المرضودية دياله ثانياً الرفع من المرضودية من المساحة التي تكون في البلاد ديالنا حتى نكون المغرب قاطرة للزراعات الزيتية في المنطقة ونكون نحن الأوائل إن شاء الله إدخال هذه النبتة في الزراعات المحلية بجهة الضار البيضاء أسطاد أعطى نفساً جديداً للفلاحة بلجها لا سيما وأن المزارعين يستفيدون من التأطير والمواكبة كما يتم توفير الأسواق لهم قبل الشروع في الزراعة في إطار المشروع الدعم الأولى اللي هو مشروع للجميع اللي تم الإنجاز ديالهم طرف مجموعات مصنعي المنتوجات أو المزروعات الزيتية المغرب لجيوم فالمساحة اللي تم الإنجاز دياله بأقليم ديالستات خلال هذا الموسم الفلاحي هو 365 هكتار وكتمثل 32% مقارنة مع المساحة اللي تنجزت على الصعيد الجيهة فهذا المشروع هو مشروع في إطار المغرب الأخضر داخل في إطار الدعم الأولى واللي هو عبارة عن اتفاقية ما بين المجمع والمجمعين منظمة رابح رابح ويعتبر السلجم نوعا نباتيا من الفصيلة الصليبية يزرع علفا للماشية وتستعمل بذوره لإنتاج زيوت النباتية ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أهم المحاصيل المستخدمة لصناعة الزيت بعد الصوية وزيت النخيل اشتركوا في القناة